مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة لهذا الأسبوع من برنامجكم بموضوعية في هذه الحلقة صديف الدكتور منصور بن صالح الخنزان وهو رئيس اللجل الوطني للتعليم العالمي والدولي ومستثمر أيضا في القطاع ورئيس مجلس الأعمال السعودي آسيا الوسطى مرحبا فيك دكتور منصور دكتور في البداية أنت حين رئيس اللجل الوطنية للتعليم العالمي والدولي وشو الفرق بين العالمي والدولي بس هذا اللي فتنتباهي لسنا بلا شك عندنا في البلد هنا أخراشد نوعين من المدارس بشكل عام في القطاع الخاص ستتكلم عندنا التعليم الأهلي وهذا هي المدارس التي تطبق المنهج السعودي وعندنا بمصطلح القطاع الخاص نسميه التعليم العالمي وبمصطلح وزارة التربية والتعليم يسموه التعليم الأجنبي وهي المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية غير الوطنية من أبرزها المنهج الأمريكي والمنهج البريطاني والباكستاني والهندي إلى آخر من أربع سنوات دخل على السوق القطاع الخاص أو في قطاع التعليم برنامج الدبلومة الدولية وهي برامج دولية لا تتقيد بمنهج محدد هي تبلور وتهندس منهجها التعليمي بما يتوافق مع طبيعة وأهداف الجهة التعليمية وهي برامج دولية بدأت في أمريكا وانتقلت إلى أوروبا وصار لها مخرجات أكثر من جيل تعليمي وأبرز في الجامعات البرنامج الدولي دخل المملكة بشكل رسمي بقرار تبناه الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في آخر أربع سنوات تقريبا بدأت فتح مدارس ومسارات للتعليم الدولي وفكرتها في الأساس هي تعدد المصادر وتعويض الطالب وتنمية مهارة تحصيل المعلومة في كل التخصصات واللغة التعليمية هي لغة واحدة في جميع أنحاء العالم وهي اللغة الإنجليزية فصار عندنا مدارس عالمية تطبق مناهج من دول أخرى وعندنا منهج دولي لا جنسية له لا تستطيع أن تقول هذا البرنامج هو أمريكي أو بريطاني لكن الهندسة صارت هناك هندسة سويدية وفنلندية وأمريكية للمنهج الدولي طيب الآن التعليم العالمي هذا أو الدولي اللي موجود عندنا الآن هل هو يعتبر شيء منتشر بقوه ومن اللي يدرس فيه هل هم الأجانب فقط ولا ممكن للسعودية هذا له تاريخ بدأت منذ بدايات أرابكو في وقت الملك السعود رحمه الله تعالى تقريبا حينما بدأ الوافدين يفيدون للعمل في المملكة احتاجوا أنهم يجلبوا عائلاتهم للاستقرار ومتابعة أعمالهم فبالضرورة أن يكون هناك مدارس فروفع استئذان للملك سعود رحمه الله تعالى وأسس صدر أول قرار ملكي بفتح مدرسة لمنسوب الأجانب الوافدين للعمل في أرامكو بدأت في الظهران ثم انتقل وفتح فرع لها في الرياض وفرع لها في جدة وهي ما تسمى الآن المدرسة الأمريكية وكانت محصورة فقط لأبناء الوافدين العاملين في الشركة ثم توسعت الشركة وسمحت لبعض الأجانب أنهم يلحقوا أبناءهم ثم استمر على هذا الوضع بدأت السفارات حينما بدأت الطفرة وتوسعت المملكة وصار هناك النقلة الحضارية التي شهدناها كلنا نحن لاحقين أنه وياك إشتايم ركاية تمامنا بداية السفارات بدأت الجاليات تطلب أن تفتح مدارس متخصصة لأبناءها في المملكة من خلال السفارات فبدأت كل سفارة لكن هناك لقطة دكتور هل هناك علاقة بين هذه المدارس العالمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي ربطت كانت مربوطة بقرارها ثم ألحقت بوزارة المعارف فصارت بوزارة المعارف هي المعنية بالتنسيق مع أرامكو تراقبها؟ ليس هناك رقابة حقيقة في ذلك الوقت أقصد رقابة تعليمية ليس رقابة تعليمية بقدر ما أنها رقابة من ناحية أخرى يعني من ناحية أن يكون هناك لا تتعارض قمنا برقابة أكاديمية ممكن أكاديمية ممكن من ناحية يعني من اللي يعترف بهذه المدارس هذه؟ هذه تعترف بها الدول نفسها سيلحق فيها أبناءها بعد التخرج الأمريكي يذهب كل المراحل موجودة؟ كل المراحل من الكيجي إلى التانوي السفارات بدأت لحقت بها السفارة البريطانية وفتحت أول مدرسة لها في جدة ثم في الرياض ثم هكذا توالت يدرس فيها مواطنين سعودية؟ كانت المملكة بحكم أن الحفاظ على الهوية والحفاظ على سيادة البلد وهذا جزء من السيادة هي التعليم متشددة جدا إلى وقتك هذا في إلحاق المواطنين بهذه المدارس إلا باستثناء كان يؤخذ من المقام السامي ثم خفف إلى وزير الداخلية ولم يكن من صلاحية وزير المعارف أو حتى وزير التربية والتعليمية وهذا اللي حجب الدولة أنها تفكر جدية بتشريع منح المواطنين تراخيص للاستثمار في التعليم هذا لإيجاد البديل وتمكن وزارة التربية والتعليم من الإشراف المباشر لأن حكم الاتفاقيات الدولية والعراف الدولية لا يحق لأي دولان تتدخل في شؤون الرعاية الدبلوماسيين في البلد وكل ما يلحق بالسفارات في السفارات تلحق فيها المدارس التابعة لها فجزء من السيادة للبلد الأجنبي في البلد فعام 2018 بالضبط صدر قرار أعتبره قرار حكيم وجيه بحكم التوسع المواطنين وانفتاح المجتمع السعودي وأيضا الرعاية السعودية العاملين والدارسين في خارج المملكة وحين عودتهم يحتاجون إلى مدارس يستطيع أبناهم أن يواصلوا تعليمهم فصدر عام 2018 هجري قرار مجلس الوزراء بتنظيم موضوع منح تراخيص للمواطنين السعوديين تقريبا فهنا بدأت الانطلاقة للمواطنين السعوديين اللي استثمروا فيها المجال هذا وكانت بدايات جدا ضعيفة حقيقة وعلى استحياء وحصل فيها نوع من العبث بس السفارات نفسها هي التي تفتحها ممكن مدارس السفارات بحكم النظام لا يحق لها إلا أن تفتح مدرسة في كل مدينة فقط ومن المدن التي تثبت أن هناك جالية تخدمها من رعاياها فالتوسع فيها كان محدود لكن كان الإقبال شديد جدا من المواطنين السعوديين لماذا؟ لأنه كان هناك احتياج حقيقة لنوعية عالية من جودة التعليم يعني التعليم الآن مو بجيد؟ أنا ما أقدر أقول لك مو بجيد أفهمها كذا يعني إذا صار هذا هو يتجي بكثرة هنا؟ بحكم الأعباء أنا لا أبرر لا للمعارف ولا لأهل وزارة التربية والتعليم ولا أدافع عنهم لكن بحكم الضغط المهول على وزارة التربية والتعليم ووزارة المعارف والتوسع الكبير جدا في فتح المدارس وأيضا الكوادر الكبيرة جدا من العاملة في قطاع التعليم من مدرسين وإداريين إلى آخره أرهق كاهل الوزارة وإدارات التعليم وأشغلها في المباني والصيانة وكذا وأمور إدارية أكثر من الجوانب التربوية وكنا نتمنى أن تتفرغ وزارة التربية والتعليم وهذا يعني مشروع وطني ربما إذا أردت الحديث حوله في موضوع تفرغ وزارة التربية والتعليم للجودة الأكاديمية والتربوية أذكر الرشيد الله يرحمه كان لنا لقاء معا هذه الأيام وكان في مرحلة تغيير مسمى المعارف إلى التربية والتعليم كان يقول لنا يا جماعة التربية قبل التعليم فالجودة بلا شك لا نخادع مفسنا هناك قصور شديد جدا في مخرجات القطاع العام ولكن في ظروف لكم منصفين هي التي حدث لذا لجأ المواطنين وهذا شيء طبيعي أنه يبحث عن بيئة مدرسية تعليم قوي لجأوا إلى التعليم الأهلي وهناك مدارس بارزة في هذا المجال الحمد لله وأسمها كبيرة تضاهي مدارس الأهلية أو التعليم الخاص في دول خليج طيب ليش المدارس العالمية هذه ما أشوفها منتشرة بقوة في البلد يعني زي مدارس الأهلي المدارس الأهلية التعليم العالمي هذا محدودا جدا يعني تجد منطقة مثلا شمال الرياضة يمكن تلقى واحدة ثنتين صحيح لكن مدارس أهلية ممكن تقول أربعين صحيح ليش هالفجوة ممتاز هذا السؤال جدا رائع أول شيء تاريخ الترخيص عام 2018 بدأ المستثمر السعودي يدخل هذا المجال وبدأ ينافس حقيقة ويرتقي حتى وصل بالمستثمر السعودي في القطاع التعليمي التعليم العالمي والآن الدولي أن ينافس حتى المدارس الأمريكية المدرسة الأمريكية في مخرجات بعض المدارس أنا لو أريد أن أسميها سعودية وملك سعوديين مخرجاتها كوي راشد قاعدت تنافس مخرجات المدرسة الأمريكية والمدرسة البريطانية وعلى ذلك كفقس المدة الزمنية قطاع التعليم الأهلي سابق بعقدين تقريبا للتعليم العالمي من ناحية عمرك الدعم كالتعليم الأهلي قطاع الخاص في التعليم الأهلي يحصل على دعم أما المستثمر السعودي في قطاع التعليم العالمي ليس هناك أي دعم من الدولة لأنه لا يفيد البلد لأنه لأنه لا يفيد البلد اللي يدرسون فيه أكثر مجانا لا لا هو شوف في البدايات كان لا يخدم إلا الجالية فقط يعني أنا أروح أفتح لمدرسة يعني ما أنت في الدولة لا تدعم شيء ما يخص المواطنين بلا شك لكن الآن أثبتت احتياجها للبلد أثبتت من حيث السعودة فهناك كوادر الآن تعمل في مجال التعليم يعني المدارس العالمية الآن وصلت أعدادها تقريبا 1500 آخر إحصاء رسمي لوزارة التعليم عاملة 1500 لكن اضربها في ثلاثة تقريبا أعرفت 1500 أنت تتكلم عن عدد أكبر أضربها في ثلاثة 1500 مدرسة لأنه أخو راشد الترخيص واحد اللي تمنحها الوزارة لكن بهذا الترخيص يفتح كيجي ويفتح ابتدائي ومتوسط وثانوي أما الأهلي فكيف يحسبوها ويعطي ترخيص للكيجي لرياض الأطفال ويعطي ترخيص مستقل لابتدائي لا أنا أقل تقدير للمدارس على أرض العالمية في المملكة يتجاوز 3000 مدرسة إذا حسبناها بالمراحل هذه التعداد الأخير للوزارة التربية والتعليم الرسمي 300 ألف وأنا أتوقع أنه يتجاوز هذا الرقم ربما يشارف على 300 ألف طالب وطالبة أنا أعتقد أنه هذا يتجاوز قد يصل إلى 500 ألف رقم مهودة نعم فلذا أولا التعليم العالمي في المدارس هذه امتصت حدد كبير من أبناء الوافدين اللي يعني إن لم توجد هذه المدارس فستجدهم يلتحقون يزاحمون يزاحمون في مدارس التعليم العام وإذا لم يسمح لهم حق التعليم حق مشروع للجميع في أي بلد في القوانين والأعراف الدولية لا يمكن على أرض أن تحرم إنسان من التعليم فلذا الدولة ملزمة بكل إنسان على أراضيها يحتاج للتعليم فإذا كان عندك قطاع يمتص عدد مهول فأنت تخفف عن كاهل الدولة تستثمر يعتبر حدد عندك مثل ما ذكرت لك الآن بعد المشاركة الحقيقية وتحمل المسؤولية بين الدولة والقطاع الخاص في التعليم العالمي الآن زاد نسبة العاملات كم نسبة النموة في مدارس العالمين السنوية ليس هناك دراسة حقيقة سنحسب بالمدارس بالمدارس شوف أنا أعتقد أنه أنت قولي في حوالي 1500 1500 هذا العدد سيتضاعف بل أن التعليم الأهلي في تحول تحول صامت للتعليم العالمي والمسار الدولي ما هناك مدرسة أهلية في المملكة كلاس ون مستوى الأول إلا ولديها مسار دولي الزيادة التي تتوقع أن تقول أنها أتباعف أن تتوقع زين هل هذا يعني عدم ثقة بالتعليم العام ولا أنه في أشياء يحتاجون من موجودة في التعليم العام ولا هي جودة في التعليم العالمي ولا هي مجرد تقليد أنه عندنا مدارس عالمية مع أنه عندنا ما شاء الله طب وعلمة وإلى آخر طلع من السعودية ومن البلد هذه بمدارس التعليم الحكومي أنا أقول لك يعني وش عندكم ميزة يعني أنا أقول لك اللي يحكم بالتميز لا وزارة التربية والتعليم ولا ملاك المستثمرين في هذا القطاع الحكم في هذا هم أولياء الأمور اللي يخذون أولادهم ويسجلونهم في مدارس التعليم كانت قبل في السنة الأولى من وزارة الأمير فيصل بالعبد الله لا يقبل أي مواطن في أي مدرسة عالمية ملاكها سعوديين إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم كانوا أولياء الأمور بأنفسهم يروحون يناشدون ويطالبون أن يأخذ ولده ويدرسه حتى بعضهم يقول اقبل ابني حتى بدون موافقة إلى أن اضطرت وزارة التربية والتعليم وتفهم وزارة التربية والتعليم أنه ليش نحن نقيد حرية مدام هذا مواطن مستثمر وهذه سيادتنا على هذه المدرسة ويشترط بنسبة في المنهج أن يدرس القرآن وأن يدرس منهج المملكة وأن يدرس العقيدة ومراقبة المناهج من الوزارة ليش أنا أحرم مواطن من أن يستفيد من الخبرات في هذه المدارس طيب فلذا طيب ما يخاف مش هدينا فاصل مرحبا بكم من جديد نستكمل حوارنا مع الدكتور بنصور بن صالح الخنزان وهو رئيس اللجنة وطنية للتعليم العالمي والدولي ورئيس مجلس الأعمال السعودي في آسيا الوسطى أنا قطعت قبل فاصل على مسألة أنه تقول أنه وزارة التربية تقول ليش يقيد ناس نعم فلذا صدر تنظيم جدا رائع حقيقة تبناه الوزير السابق لمير فيصل بأنه توضع ضوابط لقبول السعوديين في هذه المدارس دون الحاجة لإذن من إدارات التعليم ومن باب أولى من وزارة التربية والتعليم وبدأ تطبيقها الثلاث أربع سنوات السابقة وصارت تنزل قوائم بأسماء المدارس التي تقبل فيها طلبات إلحاق للمواطنين أنت شرائك أول شي خلينا نجع شوي البداية شوي أنت شرائك لأنه صار تعليم استثمار أي تجارة أي يعني أنا أفهم الصناعة مثلا في الطيران الصناعة في الرياضة الصناعة لكن هذا تعليم هذا بناء أمم وبناء دول وبناء كذا هتعتقد أنه طغى الموضوع المال أكثر من التعليم أو أن التعليم طغى أكثر على المال أنا بقول لك شي خير عاشد لازم أنا فرق أنا شوفي نهم عالي أنا بفرق شوفي بفرق بين شغلتين بين مسألة استثمار وبين تجارة كلمة تجارة في قطاع مثل ما تفضلت تعليمي بناء أجيال هذا غير مقبول ومرفوظ ويجب أن نتصدى له مثل الصحة لأنه سيغلب الجانب المالي على الجانب التربوي ولذا أي مستثمر يقدم على الاستثمار في مجال التعليم إذا لم يكن عنده قناعة بس لازم يربح لشون يستمر ألا أكمل لك بس إذا لم يكن عنده حس تربوي غلاب على الحس التجاري على شلون فهو ناس اللي مكلة الخطر هنا الخطورة لكن إذا كان هناك مستثمرين في مجال التعليم طبعا وعنده حس تربوي بلا شك هو مستثمر ويستهدف الربحية في المقام رقم اثنين لكن الجانب التربوي رقم واحد كل المؤسسات التربوية العالمية اللي في الدنيا كلها ترى قطاع خاص في الغالب سواء قطاع ليست حكومي الجامعات بحد ذاتها هي تشيرتيس اللي هي جمعيات ممكن يقول غير ربحية لكن لا بد أن يكون لها عوائد لتضمن الاستمرارية لا يمنع أن يكون هناك هامش ربح والربح لا بد أن يكون منصف لا بد أن يكون معقول هل شوف عندنا نحن يضغى جانب الاستثمار أو التجارة أو التعليم أكثر يضغى عندنا والله يشوف بحكم احتكاكي بالملاك أنا حقيقة يمكن لي أصغرهم سنا في هذا المجال يعني اللي بكمل 15 سنة كل اللي شفتهم من الزملاء المستثمرين أذكر لك أسماء مشكلة يعني على سبيل المثال أمير محمد الفيصل أول مؤسس لنموذج نفتخر فيه مدرس المنارات جمع بين الأصالة والعالمية أعرف شون وأتوقع أنه الآن ما هي ملكه باع أو شيء من هذا مثل هؤلاء الرجال وأسماء كثير من الملاك لا بالعكس طوروا في التعليم عندنا وارتقوا فيه وعملوا بصمت بدون جعجعة على الرشلون مدارس كثيرة عندنا في جدة وفي الرياض وفي المنطقة الشرقية هذه أبرز المدارس بل حصلوا على جوائز عالمية ومخرجاتها تجدهم في أرقى الجامعات في هارفورد وأكسفورد وأسماء كثيرة جدا مخرجات قطاع الخاص التعليمي في المملكة وهذا الشيء إحنا نفخر فيه والوزارة أيضا تفخر فيه طيب دكتور الآن في ناس يرددوا تعليم الياباني والتعليم السعودي تعليم الألماني والتعليم السعودي يعني أصل المقارنة صحيح ما هي بتفاحة وتفاحة صحيح وبالتالي إحنا قاعدين في جلد ذات على المسألة هذه إنه إحنا ليش ما نصير وليش ما نصير برافو عليك حقيقة هذه مصيبة عندنا في البلد إحنا عندنا يجب أن يكون عندنا طموح عارشون ولكن لا يجب أن يكون عندنا إحباط مثل ما تفضلت موضوع جلد الذات مصيبتنا أخي راشد أننا نقارن أنفسنا وأنا نتكلم في التعليم نقارن أنفسنا باليابان اليابان سبقتنا بمئات السنين وإنت تتكلم عن دولة مؤسسة سلمك الله يعني مئة سنة وحكومة بدأت سلمك الله تمارس في مجال التعليم في مدة أنا لا أعتبرها أربعين سنة هي تاسة مئة سنة لكن لما بدأت الثروة تجي يمكن بعد عشرين من وقت نعم بلا شك إذا كنت أقول لك التعليم العالمي عندنا في البلد من عام 18 أنا بأخذ هذا فقط وأقارن قارن لي الآن أنت لا تقيسني بأوروبا وأمريكا قريب مرة في 18 قريب مرة في 18 يبقى جدا قريب عندك سلمك الله أنا ممكن قارنني بدول خليج أنا أتمنى أن نسوي مقارنة مع أخواننا وزملائنا المستثمرين في قطاع التعليم في قطر ولا في الإمارات أنا أعرف شيبان أنا أعرف شيبان توفوا بعضهم الله أرحمهم كانوا يرفضون تعليم بنته يعني على حياتي أنا يعني خلي اللي قبل وهذا ما له 30 سنة أو 40 سنة صحيح صحيح المقارنة غير منطقية صحيح مقارنة حقيقة هذا يسمونها قياس مع الفارق عند القانونيين مقارنة موجخفة ويجب النظر بواقع بلا شك بلا شك أنت قارنني بالوطن العربي أكون معك نعم قارنني بإخواننا شقانا في دول خليج ليش الكويت سبقتنا ليش كده نعم نزعل ننتنافس في الخير نحن وياهم وإخواننا في الإمارات وإخواننا في عمان بس تروح تقارننا سألهمك الله بشي ومع ذلك أنا أؤكد لك أن مخرجاتنا يضاهون مخرجات اليابانيين نعم حقيقة نعم عندك المبتعاتين أكبر دليل الآن عندنا مبتعاتين تجاوزوا 148 ألف في هارفرد في الدفعات الأخيرة هذه وفي اليابان أيضا حصلوا على جوائز وحصلوا هذا المخرجات وين هذا المخرجات اليابان هذا مخرجات سلم كالله الرياض ومخرجات جدة ومخرجات تانوية منفوعة ولا تانوية العلية فهذا شيء نفخر فيه ليش نجلد أنفسنا دائما احنا عندنا طموح ونتمنى للأفضل طيب ليش يشتكون الناس من التعليم بمعنى أن الشكوى الآن تجي أنا عندي أولاد الثاني الثالث إلى آخر تجد الواحد في سادس ابتداي ولا خامس ابتداي ولا في متوسط ولا حد جامعين عنده أخطاء كثيرة هل هذا يعتبر شيء طبيعي وعادي ولا احنا قاعدين برضو نرجع نجلد الذات مرة ثانية لا هو ونبغى شيء مثالي ولا في شيء مثالي احنا المثالية صعبة المثالية مستحيلة لكن الأفضل ممكن الأفضل ممكن احنا عندنا قصور حتى كأسر اذا لم يكن هناك تكاملية عشان ما نقول كل مدارس البيت له دور بلا شك اذا لم يكن هناك تكامل حقيقي بين المدرسة وبين البيت وتكون عين الرقيب مو مثل شغلة هلنا الله يذكرهم بالخير اخذ العظم لك اللحم يعني بس مجرد اني ارمي وخلاص لا انا بتابعه يعني تخيل مجالس الاباء للأسف الشديد في ذلك الوقت يعني ما كنا يعني ما كانوا يحضرون لكن الان الوضع تغير صار تجد المدرسة واحد يقول لك دكتور واحد يقول لك والله الول ما حضروا للشيبان ولا بوك ولا بوي ولا شيء وما شاء الله طلعوا جزينهم هل حين تحاضروا وتلازموا ولا يطلعوا لا لا راشد لا خلنا واقعيين يعني انا اقول لك في منطق يقولون كذا يعني غير الحمد لله ذكاء الجيلنا الان الفطري وسابقا كفطرة موجودة الحمد لله لكن صقلت فضل الله عز وجل خلال العقود الاخيرة الحمد لله كنا في فترة استثمرت استثمرت بلا شك لما تجي الدولة تستثمر يسمك الله في الداخل في التعليم ويكون من اكبر ميزانيات الدولة بعد الدفاع وصحة تجي سمك الله تنافسها التربية في ميزانيات ضخمة هذا ايمان وقناعة بانك انت تصنع اجيال وهذا الاستثمار الحقيقي لانه هذول هم اللي بيشيلوا البلد مو النفط اللي بيشيل البلد صحيح طيب الان التعليم العام والتعليم العالمي او الدولي والتعليم الاهلي جئت اختبارات قياس هذه اي والتحصيل وإلاخ صحيح اظهرت شكوى ضخمة من الناس يعني في رد فعل سلبي واظهرت النتائج انه يعني ما هم بالمستوى اللي كانوا تخيلونا انتو ش رأيك اصلا في هالفذ ترى هذه والله انا عندنا تحفظ انا شخصيا عندنا تحفظ على مشروع القياس هذا وعلى فر انا نطبق عالمي بلا شك لكن يبقى انه القولبة مشكلة انا بابدي رأيي انا من مؤيدين له اه ما في شك لانه يفرز ويبين من هو الفعلا الادوكيت ما في شك والجيد لكن يبقى انه سلم كالله ليس كل ما طبق في الخارج يصلحا يطبق عندنا لابد من فلترة لابد سلم كالله من قولبة مناسبة كوني انا اجعل وين الخلل تشوف الخلل في تغليب جانب الحظ صح وغلط صح وغلط هذا ليس معيار حقيقي لا بيقولك واحدة هذه تبيعي فلذا انا عندي ابني دخل يعني الان هو في الطب دخل القياس مرتين يعني الحمد لله معدلة ممتاز في الثانوي وفي الطب وقبل بكذا جامع وغير من الاباء هو يشتكي لي انا ما دخلت قياس لكن ابني يقول اللي حاصل هو الحظ صار غلاب في هالجانب هذا اذا يحتاج الى ايضا تطوير لها الجانب اتوقع المسؤولين فيها ان شاء الله هو بلا شكل حاجة وهي تفرز ها وهي محك ضروري لانا فيه دكتور فيه ناس متميزين جابه تسعينات فوق اي زين وفيه ناس جابه ستنات يعني انه لو كلهم على نمط واحد نقول والله فيه مشكلة اتاحة الفرصة مثلا هذه من ضمن القولبة الجيدة عندنا انه ممكن يدخل مرة ويدخل مرتين وثلاث هذا شي جيد ايضا تنويع الاسئلة طرق طرق الاسئلة ليست كلها اختيارية صح وغلط لابد ان يكون على الاقل هناك تقييم شفوي قياس شفوي تعال سوي له كتابي ممكن ايه خليك اسأله وعطيه ووزع هالدرجات القياس اما ان تحكمه فقط بصح وغلط اعتقد هذا يعني هنا تحفظي في الجانب طيب التعليم عندنا في البلد الدولة يعني ما قصرت تدفعه ضخماني ضخم جدا صحيح يعني بشكل سنوي نمو صحيح منقطع النظرية عادل منزانية الدول حتى صحيح الان التعليم عندنا مدرسة صحيح لي جيد ومنهج نعم ومعلم نعم وطالب واسرة ومجتمع يعني خلطة كذا نعم ليس النمط اللي قاعد عندنا يصير انه احنا انه والله التعليم صار ضعيف اشتكو من التعليم ضعيف يعني وانا يمكن قرات التصريح للامير في السبع عبدالله قبل انه التعليم يعزيلهم راضي يبغى يصير اقوى ويصير اكثر جودة واكثر كفاءة صحيح انتش رايك بلا شك هذا احنا هذا الواقعية اللي نقصدها والانصح ليش ما في الكفاءة والجودة انا اذا انا باقول لك احنا عندنا هو صحيح ولا لا اصلا صحيح بشكل عام صحيح ما نقول لك لا حتى في قطاع التعليم الاهلي فيه خلط ما فيه لكن هذا ما يغطي النجاحات ولا ينسينا موضوع النجاحات ولا النجاحات نحن نبغى نبغى نتقى بالكفاءة والجودة بلا شك عندك القناعة موجودة من القيادة السياسية في البلد عارشلون القناعة موجودة التغييرات اللي قاعدين نشوفها التشريعات وتطويراتها التغييرات في المناصب الى اخره تأسيس هيئات مثلا على سبيل المثال هيئة الوطنية للجودة الجودة التعليم والتقييم المستمر هذا جدا مهم والان بدأت الهيئة تمارس تضع تشريعاتها ولوائحها لتنزل للميدان عندك سلم كالله تطوير كفاءة العاملين في التعليم للأسف يبغى لك خلخلة الموضوع راشد سواء في التعليم العام او في التعليم الخاص فلذا كنا نناشد من البداية يا جماعة انتم قاعدين عندكم هيئة اسمها هيئة التخصصات الطبية وهيئة متخصصة للمهندسين لا يمارس احد الا بموجب ترخيص من الهيئة يروح ويختبر وتفحص شهاداته وبعد ذلك يمنح ترخيص ومصنف هذا من باب اولى ان يكون في التعليم سواء المعلمين العاملين في المدارس العكومية ولا حتى القطاع الخاص وهذا سنشهد قريبا ان شاء الله تعالى هذا سيرفع من كفاءة الاداء في التعليم طيب الحين لاحظ الاسرة مثلا انا عندي اولاد وبنات وكذا يدرسون انا دائما نقول المدرسة ما يسوون المدرسة شديدة المدرسة المدرسة والمعلم والمعلم كذا نشتكي صحيح يجي المدرسة يقولك والله الاسرة ما ينقوم دوره ما يتابعون ما يشوفون يتوقعون المدرسة كذا 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 نجي لمسألة المناج المناج والله مركزي على الحشو على الحفظ على الحفظ صحيح وشلون نوجد التوليفة المناسبة لكل هالأطراف من وين انا بقول هي مي بتوليفة هي خلق التنافس ايه لا بد راشد هي شو افضل شي اخلق تنافس شلون اه فك الاختكار واخلق التنافس في مجال تقديم الخدمات اكتكار ايش الدولة تقدم خدمة للمواطن بلاش تبغى يدرس بلا شك احنا كان عندنا احتكار في التعليم العالمي اه ممنوع الترخيص الاستثمار فيه ثمنطعش فكوا الاحتكار قالوا يتفضلوا المواطن اولى انه يستثمر ولدنا وابننا وتحت عيننا طيب الحكومة ما انت بالمنافسة اكتشون الحكومة ما انت بالمنافسة اه الحكومة ستكون سلم كالله حينما ينظر المعلم والاداري والمسؤول ها في التعليم العالم العام في التعليم الحكومي انه والله فيه هجرة ها جماعية قاعدة تنزاح من عنده رايحة هناك للقطاع انا لابد اني ادعم هذا القطاع مثل ما اني اتبنى المدارس الحكومية لابد ان اتبنى ايضا هذه المدارس ولذا صدر قرار مجلس الوزراء الاخير عام 33 قرار جدا حكيم وقرار قوي جدا يدل على ان هناك مشرعين اقتصاديين وقانونيين في البلد قاعدة خايفة على مصلحة البلد صدر قرار مجلس الوزراء واللي رفع نسبة المشاركة مشاركة مشاركة القطاع الخاص للدولة كاستثمار في مجال التعليم واحنا نتكلم التعليم اللي من رياض الاطفال الى الثاني هو فاقت عرشلون رفع نسبة التعليم الى ثلاثين في المية ليش؟ خلق التنافسية الدولة صاحب القرار رأى ان القطاع الخاص يجب ان يدعم ويمنح الفرصة لينافس ليقدم خدمة عالية جدا فهنا صدر عند وجهة لوزارة المالية ووجه الوزارة التربية والتعليم حتى البلديات وقرارات فيها توصية شديدة ومشددة والان لنا ثلاث سنوات على هذا القرار مع زملائنا في وزارة التربية والتعليم ونظراءنا في الوزارات الاخرى حتى وزارة العمل اللي للأسف الشديد خانقين نجزام الله خير شديد احنا عمرك يعني جلسنا مع الوزارات وزارة البلدية لأننا نواجه مثلا على سبيل المثال مصيبة في عدم توفر أراضي لبناء مرافق تعليمية فيها كيف تتطور فيه بوقع مفاصل مفاصل بسم الله مشاهدين الكرام مرحبا بكم نستكمل حوارنا مع الدكتور منصور بن صالح الخنزان وهو رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي ورئيس مجلس العمال السعودي في آسيا الوسطى بالنسبة دكتور على مسألة التعليم الآن تلاحظ أنه كثرة الجامعات الابتعاث كبير جدا ما شاء الله واصبحنا كل فترة ثلاثة شهور ربع شهور نشوف دفعات جديدة 10 ألاف 5 ألاف إلى آخره التعليم الحكومي صار يتغير من ناحية بناء مدارس جديدة التحول من القديم للجديد المعلم هنا نجي وللمنهج يعني فيه حراك كبير وذخم لكن المعلم الملاحظ أنا وصح يتخرج من الجامع ويدرخ هذا مشكل يعني ما يشوف في مرحلة وسط نعم سنة أو سنتين يؤهل يدرب لأنه فيه أطفال فيه كبار في تعليم خاص في إلى آخره ما رأي كانت هذه مصيبة لأنه أبناء أنا مصيبة أنه شاب شابة تخرجوا أرشلون وعلى طول نسلمهم عقول أبناء أنا هذا يتم كذا الحين هذا اللي حاصل أنا تخرجت أنا خدمت في قطاع التعليم كمدرس تخرج تسمك الله قدمت ما كملت لي كم شهر لازم كالله يسول لي مع مقابلة وروح باشر أخذ خطابك باشر في المدرسة الفلانية ما دربوك ما علموك ما فيه لا تأهيل ولا تدريب ولا غير إلى اليوم لا طبعا بعدها كان فيه يعني برامج تدريبية على رأس العمل لا أنا أقصد اللي يتخرج يروح يدرس حاصل هذا اللي نعرف إلى اليوم إلى اليوم يعني أنا مثلا يتقدم لي خريجات سعوديات من بناتنا وأبناءنا في مدارسي مثلا ويتخرج أقبل يعني على رشلون لكن لما أنا أشترط عليه أقول له روح جيب لي ترخيص بمعنى أنه يروح رخصة رخصة أنك معلم أنك كفو مهنيا أن تكون زي ما يسمى حقا المهندسين مثل المهندسين مثل الأطباء والممرضات موجود في العالم كذا كل العالم في مصر في تصنيف في تصنيف للمعلم عندهم في مدارس ومناك هذا مدرس أول خلاص هذا مثل المرجعية في المدرسة مدرس ثاني وفي تصنيفات ترتيب بلا شك نحن ندعو لهذا الشيء وهذا إن شاء الله سيحصل لذا هذه المشكلة أنه مخرجات في نقطة فيه اختبارات يسويون قياس أظن الحين اللي تخرجون قبل ما يبدأ أعلم صح كذا قياس فين حسب مقارات فيه اختبارات على المعلمين قبل ما يبدأون في وزارة التربية والتعليم أنا لا أعلم ما أعلم عن هذا الشيء إلا إذا كانت الوزارة الآن أصبحت عندها برنامج تصنيف أنه عندهم برامج عندهم بداية هذا شيء جيد في تغير على سلطة هذا جدا وليتخرجوا على طول ممتاز لازم يمر في مرحلة بالوسط لابد لأنه لابد خيراشد يؤهل حتى نفسيا ويفحص سلوكيا على طول بلا شك لابد أن يكون هناك خصائي متخصص اجتماعي ولا نفسي لابد يفحص هذا الشخص يعني اكتشفت حالات معلم مذمن مخدرات اكتشفت خلينا نكون صريحين حالات سلم كالله في المحاكم معلم سلوكيا يعني هذه أمور خطيرة جدا لذا موضوع أن يسند تعليم الأطفال من المراحل الأولى والأولى ابتدائي وثانية وثالثة إلى المعلمات هذا ترى توجه حكيم لأنه أنا طفلي يكون في يد سيدة ست يعني عندها نوع الأمومة وطمئن ولدي يروح في يد أمينة أما واحد أولى ابتدائي يحطه في يد شخص أنا لا أعرفه رجل وغير متزوج في الغالب غالب هؤلاء غير متزوجين نحن نعرضهم للخطر رأيالنا وبناتنا ونحن نجامل على الحساب وهذا لا يتعارض لا مع شرع ولا مع دين بل يتوافق بلا شك يعني تحتاج عملية إعادة نظر وانضباط في هذه المسألة أكيد طيب وش رأيك في مسألة انضباط المعلمين والمعلمات يعني الآن بدأوا في بصمة ومبصمة وقصص هذه ليش بدأوا فيها أصلا أنا بقولك أنت تذكر ذيك الأيام طفرة الأسهم ومن الأسهم كان ذيك الأيام يتركون المدارس ويروحون للبنوك يترك الفصل يترك الفصل ويغطي عليه المدير والوكيل ويطلعون يلعبون رياضة وهو شغال استثمار لزملاء مدير المدرسة والشلة كلهم بس ممكن بيضاهرة لا صارت ظاهرة ظاهرة ولذا التفتت له وزارة التربية ما صار مشكلة يعني فصول فاضية شيء عبث مستحيل معلم عنده حس تربوي يترك الفصل ولا الأولاد ويروح عشان يضارب في البورصة ف عدلت حطها كلها على لسوم ممكن أسمو غيرها أنا ما أدري أنا أذكر لك مثال يعني أنا أذكر لك أقص عليها الفطور يجبون الفول ويجبون كذا وعلى بال الفسحة خلال الفسحة النسات إذا يفطرون وش رأيك في مسألة يعني أنا صار مرة قصة أهل بنت أخوي كذا كان في تهل الرياضيات وغلط وفصح ححتنا صار بينه بين مدرجة زعلت يعني قلت أنا أصمني مدرجة رياضيات بس أغطي يعني أنا ش دام به البنت طيب ليش تدرس كذا مسألة هذه حالة خاصة أنا أقصد أنه هل كل معلم يدرس ما تعلم تتخصصه لا هذا حقيقة أيضا هذا مشكلة كبيرة ومشكلة أكبر وشهو يدرس شيء ما يدرس نحن نتكلم عن القطاع الخاص الحكومي يمكن أضبط لكن في بعض القرى يحتاجون ترى أنتم كقطاع خاص عالمي ولا أهلي متهمين دائما تبحثون عن الرواتب الأقل صحيح للأجانب وإلى آخر المعلمين صحيح وتحطوا الرسوم بأقصى مستويات ممكنة أنا معك 100% وهذا صحيح وحاصل هذا الشيء بس خليني أوقع بس شون سيء مخرج خلينا نركز على هذه الجزئية إذا تسمح لي لا عوامل أخي راشد لا عوامل عامل عبثي حصل وانضبط الآن خلال سنتين ثلاث سنوات وهو تستر في قطاع التعليم المستثمرين كثير من المدارس خصوصا في العالم عندنا أنا من من عانيت وانخنقت خلال 15 سنة من مدارس السعودي لا يملك إلا الإسم فقط يعني هو متستر على المدارس متستر نعم وشكينة وتكلمنا وتحركت وصل الأمر إلى أننا نروح نلجأ الوزارة الداخلية نقول هذا ترى خطر أمني ناس تجيس خذ فطير وطير يبغى يأخذ فلوس ويمشي فالجائس يقول تعال أنت جامعي أطلع لك الترخيص والمعقب على حسابي وعطيك 10 ألاف ريال في الشهر 5 ألاف ممكن في الشهر ولا لك دخل في المدرسة وتدار يديرها الباكست يعني بدون ذكر كل الجنسيات تدير مدارس لا يملك السعودي فيها شيء ولا يملك إلا الإسم فقط أنت مدارسك السعودي كم يا خضراتي أنا عندي المدارس المنموم أنا شوف أنا بدون مبالغة أنا وبعض كثير من الملاق أنا يهمني الكفاءة سعودي ولا غير سعودي مدام كفو أنا عندي الآن مديرات سعوديات يعني وصل إلى 15 ألف ريال عندي مدير سعودي كفو الله يذكره بالخير خبرة أعتمد عليه وأروح وأنا مرتاح أنه في عندي مدير سعودي ماسك لي الإدارة والسر النجاح المدارس السم السر النجاح وش اللي خليها تنجح أي إدارة ولا مال ولا وشو كلها مع بعض كلها مع بعض المس منيجمنت الخلل في الإدارة هذا ديزاستر هذا مصيبة أرسل فلذا يسلم كلها هنا الخبرات لما تجيب خبرات تدير مدارس أعطى عمرك والمال عديل الروح هذا مستثمر حاط فلوسه فبلا شك أنه خايف عليه ويبغى سمعته ويبغى يرفع من مستوى المدرسة مستحيل حيجيب أي أحد حيجيب الكفاءات اللي تخدم مدرسته والسمعة سمعة المدرسة والله هذه المدرسة خرجت تعتمد في بعض المدارس تعتمد على أسماء معينة في المدرسة مدرسين ومدرسات يجو عليهم بالخس وش نصايحك التعليم علشان يصير أكثر عشان ما نحن قاعدا ننتقد واجد خلنا ناخذ شيء إيجابي ونصايح واقتراحات بوجهة نظرك طبعا كيف نوجد تعليم كفاء جيد منتج يخدم البلد يخدم نفسه يخدم الوطن يخدم كل شيء كيف نوجد مخرجات متميزة يعني ما نقول 100% إذا طلعنا ب78% خير وبركة وش أفضل السبل والله يشوف أولا لابد أن يكون هناك قناعة حقيقية وأنا بدأت ألمسه خلال السنوات الأخيرة ثلاث أربع سنوات فقط بدأ بها فيصل بن عبد الله والآن أرى وهو وزير التعليم السابق عشان يعرف المشاهدة أمير فيصل بن عبد الله رجل أذكر ذلك الأيام جابني ونفس الكلام جابني وجاب غيري وقال تعالى أنا أبغى تعلمني شالي صاير في التعليم العالمي وش شو التعليم العالمي جميل من المسؤول يقول أنا ما عرف ما أبغى عرف أرى شلون فجلسنا معاه واتفقنا أنه يعني على مبادئ معينة وحريص وكان دائما وقت الآخر خالد الفيصل إحنا فرحانين فيه لأنه صاحب قرار أيضا وعنده رؤية ومثقف ومتعلم وإلى آخر عنده الحس هذا إحنا هؤلاء الرجال ونطلع منه كثير لما يقولوا للوزارة إحنا معاكم شركة يدا بيد حرشلون إحنا ما إحنا جايين هنا النافس أحد إلا في الخير المنافسة لابد منها حرشلون إحنا إذا أرجع أولا لابد أن تكون قناعة متأصلة لدى المسؤولين في الحكومة أولا وزارة التربية والتعليم عندنا وزارة العمل عرشل الله أنه ينظروا لنا أننا شركاء لهم فهنا تتغير يتغير الأسلوب تتغير المعاملة إذا كان المستثمر راشد الأجنبي نجي نحط له هيئة مستقلة ونخدم ونقول شبيك لبيك عشان يجيب لي مئة ألف ولا مليونين ولا خمسة مليون وعندي مستثمر المواطن اللي حاط مئات الملايين إحنا في التعليم العالمي فقط لا يقل عن ثلاثة أربعة مليار تتكلم عنها عرفت شلون؟ أرقام يعني هذا يا أخي أنا أحافظ عليه هذا الآن لم يسناه في وزارة التربية والتعليم شراكة موضوع أن ترفع أن يخصص يخصص التعليم مدارس الحكومية شلون تخصص أنا أقول لك شلون فيصل الأمير فيصل الله يذكره بالخير ذكر لي في لقاء معه أن الملك الله يسلمه ما أخذ التعليم على هاجس وهذا طبع ملوكنا يعني من المؤسس رحمه الله مدرسة دار التوحيد إلى سلمك الله إلى آخر الملك سعود الملك فيصل خالد فهد ونجي لعبد الله كلهم عندهم هاجس التعليم أوقف وقف الناس اللي ما تعرف وأنا هذا خذيت من الأمير فيصل قال ترى مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم هو وقف مشروع وقفي استراتيجي بعيد المدى لتطوير التعليم في المملكة ورفع يد الحكومة عن إدارة المدارس وخص خصة هذا وتأسيس شركات كبرى مساهمة تملك فيها مشروع الملك عبد الله يملك فيها المستثمرين الكبار في قطاع التعليم المعروفين بأسماءهم والبارزين بخبرتهم لتأسيس أقل شيء ثلاث شركات مساهمة وطنية تطرح المدارس الحكومية بمبانيها بمعلميها للمنافسة وهذه تستلمها والدولة بدل ما أنها تدفع الرواتب وتباشر تشغيل المدارس هذه تأجر هذه المباني على هذه الشركات وتعطيهم المعلمين بعقودهم ووضعهم ويدارون من قبل هذه الشركات أنت عارف أن المواطن أو الطالب السعودي أو غير السعودي في المدرسة بمعدل كم يكلف سنويا الطالب الواحد كم إذا حسبنا الذي في الرياض أو الذي في العفيف كله على بعضه لا يقل عن ثلاثين ألف ريال في السنة الواحد أي طيب أنت في أطلع أحسن مدرسة ما نقول أحسن المدارس التي انتاجها جيد مخرجاتها طيبة في التعليم الأهلي مدرس الأهلي من عشرين أقصى شيء عشرين ألف ريال الشركات المساهمة لو خدت خمسة عشر ألف ريال على كل طالب من الدولة لتشغيل هذه المدارس وتبنت كل شيء الدولة ستتفرغ وزارة التربية والتعليم أنها تكون جهة رقابية مش ممكن أن يقدر يدفع المبلغ هذا لا الدولة تدفعها الدولة أوردي دافعة الدافعة ثلاثين ألف ريال على الطالب تكلفة الطالب رواتب إداريين مباني طبعا وفق شروطها ودوابطها وإلى آخره بالدولة إحنا مثلا عسى بالمثال لما أمر الملك برفع الحج الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص إلى خمسة ألاف وستمائة عرفت شلون نطبق هذا نطبق الآن نطبق لكن لما جلسنا مع المسؤولين بعض المدارس ترى لا كلنا مطبقين كل المدارس ما تقدر أي مدرسة ما تطبق ليش لأنه وبالعكس نتسابق لتوظيف السعودي والسعودية لأنه لما جلسنا مع المسؤولين ووصلنا مع وزير التربية ذيك الأيام لمير فيصل وعاد الفقيه والإخوان كلهم في الجهات المعنية حتى مع المجلس الاقتصادي الأعلى قلنا يا جماعة وزملانا في القطع الأهلي قالوا يا جماعة إحنا في التعليم الأهلي قاعدين نوفر على الدولة مليارين على أقل تقدير صحيح مليارين سنويا يا جماعة عطونا ستمية لا تعطونا إياها حطوها في صندوق الموارد البشرية سنويا تنزل فيها وإحنا نتحمل ثلاثة آلاف ومئتين لأنه ما يمكن لو زد حزيد المصاريف التشغيلية حزيد الرسوم على ظهر المواطن اقتنعوا وإحنا الآن في آلية جدا رائعة راشد أنا أرسل قائمة شهريا برواتب المعلمين والمعلمات أبنائنا وبناتنا السعوديين أوتوماتيك ينزل من الصندوق ولا يتأخر ياخذ راتبه في حسابه ولا يروح ولا يراجع ولا شيء الصندوق يدعم خنصي المنسا صندوق يدعم يدعم يكمل الباقي ويا سليمون خمسة أنا صرت أتسابق أنه أدور لي يا ناس شوفوا لي سعود سعودية عارة شلون وأروح أهله وأدربه يعني أدل على نجاح كبير لماذا؟ لأنه إحنا في القطاع الخاص هيخلق عندي استقرار وأمان وظيفي للمعلم نفسيا وكذا يرتاح يعني خمسة ألاف وستمئة شيء طيب عارة شلون بالإضافة إذا أثبت جدارته وارتفع وصار التصنيف ربما يرتفع راتبه سؤالي الأخير عن التعليم تجد أنه في مسار صحيح مية في المية وأنه هذه تعتبر خطوات مستقبلي أفضل؟ والله يشوف أنا متفائل جدا ممتاز وخصوصا اللي زادني تفائل قرار مجلس الوزراء الأخير عام ثلاثة ثلاثين برفع من نسبة المشاركة وزادني تفائلا أيضا أنه خيره خلف لخيره سلف كان الأمير فيصل بن عبد الله الله يذكره بالخير الآن جانا أيضا خالد الفيصل إحنا متوجهين وفي كفاءات جدا رائعة نشرف فيها في المزارة إمارة مكة بلا شك إن شاء الله شكرا لك دارك الله فيك شكرا لك شكرا لمتابعتكم والسلام شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لكم مكة